واقع مساوي يعيشه اللبنانيون اليوم نتيجة أزمة اقتصادية خانقة تعصف ببلادهم من دعام ونيف وأخرى سياسية فاقمت الأولى إلى أن بات الفقر والجوع عنوانا عريضا للمرحلة الحالية في لبنان واقع دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية جيمس كالفري للقول إن الخطر الأكثر الحاحن في لبنان هو خطر أمن الغذاء محذرا مما وصفه بلتسونمي الصامت الذي يتهدد لبنان ومن عدم تحرك الطبقة السياسية أو سعيها لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة مسؤولية التقاعص عن رسم طريق للخروج من الأزمة مؤشرات المرحلة القادمة عكستها تصريحات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة التي كشف فيها عن اتجاه لبنان لفرض بطاقة اجتماعية للمواطنين لتأمين الموارد الغذائية في ظل أزمة إنسانية كبيرة في البلاد تلوح في الأفق القريب مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع إلى مئة ألف مواطن مشددا على أن المصرف المركزي لا يمكنه مواصلة دعم السلع الأساسية سوى لشهرين آخرين الرد الحكومي جاء على لسان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب معتبرا أن رفع الدعم عن السلع الحيوية دون مساعدة الفقراء قد يسبب انفجارا اجتماعيا وفي الوقت الذي دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة أسبوعها السابع دون تحقيق أي اختراق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أساسة اللبنانيين مجددا إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد مشترطا ذلك لحصول لبنان على مساعدات دولية منددا في الوقت نفسه بفشل المسؤولين اللبنانيين وعدم إفائهم بتعهداتهم ويعتقد مراقبون أن من الدوافع الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة هو انتظار القوى المسيطرة على المشهد لا سيما ميليشيا حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن وأمالها بحدوث تغيير بطريقة التعاطي الأمريكي معهم إذ ازداد تعقيد تشكيل الحكومة بحسب المراقبين بعد قرار العقوبات على باسيل الذي صار أكثر تشددا في مطالبه الحكومية وهو ما ذهبت إليه كذلك قيادات حليفة لميليشيا حزب الله تشكيل الحكومة